طيب اعتبر أن متوسط صفحات الأطروحة الواحدة تصل إلى 450 صفحة كيف تستطيعون تقسيم وقتكم بين الإشراف والمراجعة الدقيقة لكل أطروحة إلى جانب الالتزامات الأكاديمية والإدارية وما إلى ذلك صحيح هذا الذي أنا أشرته إليه هناك التزامات لأن الإشراف للبحث والمناقشة لا يعفيك من التدريس ولا يعفيك من البحث العلمي البحث العلمي يأخذ وقتاً وهذه الظاهرة التي أنتم أشرته إليها أن هناك كم من المطروحات الكم يتحدد بطبيعة الموضوع هل هذا الموضوع يقتضي هذا الكم أم لا يقتضيه إذا كنا نتكلم مثلاً تحقيق مخطوط يكون في أربع أجزاء ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء عشر أجزاء إذن هذا كم يقتضيه يقتضي الموضوع إذا كان الموضوع في حديداته بمعيار أو آخر يفترض كم معيناً فهذا لا بد أن يكون لماذا؟ لأن الكم مرتبط بالغاية والمقصد والنتيجة التي تتحقق من بحث الموضوع إذا كان الموضوع يتطلب هذا الكم فهو يتطلبه إذا كان لا يتطلب هذا الكم فهو لا يتطلبه وهذا النوع من الأن أريد أن أعلق على هذا النوع من الحساب 450 إذا جمعتها كم هو يعيب فعمره 30 شهر فيه 30 يوم وعنده 30 أطروحة أو 40 أطروحة يشرف عليها التزامات فلا بقى له الوقت لا الأسواق ولا النوم سيدي نحن لا نذهب إلى الأسواق الذي يريد أن يذهب إلى السوق هذا أمر فيه نوع منه وهكذا يفعلون لأن الإنسان إذا كان له تخصص أنا لا أظن أن أستاذا أستاذا جانعيا متخصصا في العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية يقول هذا الكلام لماذا لا يقول هذا الكلام لأنه يعيش فيه ويدرك مخاطره ويعرف الإكرهات وربما له جواب مقرأ في الموضوع لكن الذي ليس هذا تخصصه فهو تخصص في العلوم الطبيعية ويتكلم في العلوم الشرعية مثل ما فعلوا للبخاري 600 ألف حديث لقسمتها على حياته هذا الحساب هؤلاء يلعبون بالأرقام الرياضية كأنها شاطت هذه الأرقام الأرقام الرياضية لا توظف في مثل هذه القضايا التي أنا سأجيب عنها بتدقيق لأنه إذا أراد الإنسان أنا ماذا أقول أقول أنه نحن مشغولين نحن مشغولين لا وقت لنا وغيرك مشغول بك أنت في همك وغيرك أنت همه يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لا شغل له إلا أنت وكما تقول قاعدة الفقهية المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فإذا كان هذا له وقت ويتبع الناس ويراقب العيوب وبلغة القدح وبلغة خشنة بلغة قلة الأدب بلغة طنانة لما أسأل هم يظنون بأن هذه اللغة صعبة وأنه يعني إذا تكلم بهذه اللغة أنه هذه من أسهل اللغات لأنها لغة مرحطة أنا لي عليها اصطرح معين لا أذكره هنا هذه اللغة تتأثى لكل أحد لغة الشارع لغة السب والشتم والقدف والقدع وهذه سهلة جدا لكن لغة العفاف ولغة الأخلاق ولغة القيام ولغة الآداب ولغة الرفق حتى ولو كان في كلانه شيء يعني يفيد نأخذه منه ولكن بهذه الغلطة لا فهذا كلام يعني فهذا الذي هو غير مشغول نقول له إذا كانت ما عندك وقت تعالى أعين على هذا الكطر التي نعاني منها نعطيك على الأقل بحوة الإجازة تؤطرها على الأقل نعطيك بحوة الإجازة ونؤطرك ونعلمك كيف تؤطر لأن التأطير تقنية لا ننضغ إلى الكم كذلك لا فحص الرسائل أنا أقول لك لا فحص الرسائل ولا مناقشة الرسائل الجميع ولا الإشراف على بحوة على الرسائل الدكتورة والمسترات ما هي إلا أمور تقنية وليست كمية وهذا النظر نظرة كمية هذه أمور تقنية الذي خبرها وبحث فيها وعايشها يعرف كيف يتعامل مع الكثرة وإن كثرت يعرف كيف يتعامل لأنه أنا أريد أن أبدأ معك من الإجازة فالمستر في الدكتورة طبيعة الإشراف الأخ الكريم أنت تتكلمت على الإشراف نعم وهذا هؤلاء الذين يقول أن الإنسان يشرف على رسائل كثيرة وصلني منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد أستاذ في الجامعة المغربية نقول لك في الجامعة المغربية وفي التخصص دراسات الإسلامية يشرف على ثلاثين أطروح لا يوجد هذا كذب لا يوجد خمس أطروحات هو الحد الأقصى للأستاذ في سنة في سنة خمسة أنا أقول لك آخر رسالة نقشتها إشرافي الآن أنا كم ربما الذي يظهر على الصفحة أنه كثير وكثير في الفحص والمناقشات ليس كثير في الإشراف الإشراف لديه سبعة ولا ثمانية ربما ثمين ولا ثلاثة سوف يمشون وآخر إشراف أشرفت عليه كان في ستاش سبعة 2021 آخر بحث تحت إشرافي الذي يتكلم عن الإشراف كان أعطيع الحقائق والصفحة الأكاديمية هي أمامه يرجع يتبع لي ستوريك وغتباله أنه ستاش سبعة 2021 نقشت رسالة تحت إشرافي من 2021 إلى حدود هذا الوقت الذي أنا معك فيه ما أشرفت على أي رسالة ولا أشرفه لكن ما نقشت أي رسالة تحت إشرافي منذ ذلك والرسالة التي أشرفت عليها هي للدكتور يوسف برهيل وهي في وضوح دلائل لأبي عبد الله محمد بن المدني جنون هو في فقه النوازي 2021 يعني كيف يمكن هل كم لا يوجد كم هذا كلام تضخيم لا يوجد كم رسالة تشرف عليها وتأخذ وقتا في الإشراف وقت وقبل الإشراف قل لك أنا حتى قبل الإشراف كيف ندبر الأمور ربما هذه سنة لا أعرف شيء على كل حال هذا الذي أنا أريد أن أشير إليه يعني الذي لا يفهم يجب أن يفهم الذي لا يعرف يجب أن يسأل ونحن يا أخي الحبيب نقول الكلمة واضحة الصفحة الأكاديمية اللي هي ربما فيها الكلام الصفحة الأكاديمية لماذا نحن لماذا أنا لا أقول نحن لماذا أنا أنشر كل ما يتعلق بالبحث العلمي والتعليم والتكوين لماذا لماذا حتى إذا أراد بهذا وغيره أن يحضر لمناقشة رسالة جميع محببه لأن البرح نقشنا أطرحها البرح نقشنا أطرحها ليست تحت إشراف تحت إشراف زميل آخر نقشنا هذه الرسالة ونأعلن عن جميع المناقشة الرسائل التي أكون فيها أعلنها على صفحتي ونأقول بأن كل أساديداء لهم نفس الفعل غير أنهم لا ينشرون أو ربهم يتورعون أو لا أدري كل له واحد له اختيارات نعلن هذا بأنه في يوم ما ستناقش هذه الأطرحة لماذا نعلن؟ حتى يأتي الطلاب ليحضروا ليستفيدوا وتانيا هذا الذي يريد أن يعرف طبيعة الإشراف والمناقشات والكترة 457 ألف هذا الذي يحسب هذه الأرقام غير كتشير لأنه ملقات سفين تتروج نقول له تعالى مرحبا بك خذ مكانك راقب المناقشات كيف تتم ندقق في الملاحظات يا سيد الأسيدة كيف تكون انظر في الرسالة وسجل ملاحظاتك وانتقاداتك وإذا لم تجد من ينشر لك هذا أنا أنشره لك وهذه دعوانة كنوجهها من الآن يجي مرحبا بي عبر ايطلالا بريس عبر ايطلالا بريس يجي ويسجل ويسجل ملاحظات ماش يبضروري يشكر لكن تكون ملاحظات موضوعية البارحة وانا رئيس جلسة رئيس جلسة لما ردت الطالبة على ملاحظات السيد الأسيدة وأوشكنا على التداول في الميزة هيا منشورة على الصفحة غير اليوم في صباح الشرطة أعطيت الكلمة لحضيرين من عنده ملاحظة علمية تفضلوا خذوا جوجد الناس خذوا الكلمة مرحبا لأنه في شيء مرحبا من أراد أن يحضر مرحبا به أراد أن ينقض ولكن من موقع المعرفة ليس من موقع الجهة طيب هل يمكن توضيح الآلية التي تعتمدونها لضمان جودة وتدخيق الأطرحات التي تشرفون عليها أنت قلت تشرفون لأنه هناك فرق ما بين الفحص وما بين الإشراف وما بين رئاسة الجلسة لا يلزم من رئاسة الجلسة أن تكون مشريفا أو أن تكون فاحصا أو تكون مناقشا الذي يسير الجلسة الأستاذ الذي يسير الجلسة في قانون الجديد ليس فاحصا ولا تسير آلي يمكن أن تكون له ملاحظات إذن كل الرسائل التي سيرناها خارج هذا الإطار تاني لا يلزم من المشريف أن يكون مناقشا لأنه مشريف يلقي كلمة الإشراف فقط ولا يلزم من الفاحص للرسالة أن يكون مناقشا ليس كل الذين فحصوا يحضرون إلى المناقش إذن هذه حدود قضية الإشراف التي أشرتهم إليها والآليات أقول لك الآليات الآليات الإشراف الإشراف على موضوع أليس كذلك مع طالب هذا الموضوع الذي نحن نشرف عليه أولا هذا الموضوع يختاره الأستاذ ليس الطالب بمعايير معينة الأستاذ الذي له خبرة وجولة وتجريبة معاناة للتدريس ولا في المهام فإنه تظهر له بعض الموضوعات يقول أن هذه الموضوعات ربما عجزت عنها أن أقوم ببحثها وليست كل مواضع يبحثها الأستاذ الباحث الأستاذ الباحث كي يبحث في الموضوعات تقصوه لكن هذه الموضوعات لا بد أن تعطى لي طالبين باحث يقوموا بإنجازها فأنت تقتارح عبر المقتمر الذي أنت تنتمي إليه كتقتارح خمسة الموضوعات أستاذ الموضوعات مع الموضوعات الأخرى تجمع وتذهب إلى رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة توجد الجنة تدقيقوا في هذه العنوين فربما أنت اقترحت خمس موضوعات ترفضها الجميع ربما تقترح ربعة يأتيك موضوع واحد أو اثنين على كل حال نقول في النهاية لأن بعض الأساتذة ما جاءهم الجو في النهاية ربما تحصل على موضوع أو موضوعين هذا الموضوع كما نقول يُعنلوا للطلاب ليتباروا عليه المباراة يكتب عليه تقرير وكذا المختبر الجامعة والكلية يعلنون في يوم ما على المقابلة التي تكون بين أنا الذي اقترحت موضوعين والطلاب الذين يتبارون عليه ممكن هذا الموضوع يتبارعه لعشرة فعبرنا للجنة نحن الأسيدة للجنة فإننا نستضيف هؤلاء الذين يتبارعون يبدأون بي ثم الزميل الآخر هذه الطريقة المتبعة فأنا بما أن السؤال الموجهة إلي أنا أختبر هؤلاء الثلاثة والأربعة من هم؟ من هو أفضل ليأخذ هذا الموضوع ليقوموا بمحتي من هو أجود الطلاب وأقوى الطلاب وأيقظ طلاب وأفهم طلبة تكوينا تختاره منهم وتشجل الإسم وتقول هذا الطالب والذي يأخذ هذا الموضوع تقول لي لماذا هذا يا أستاذ حتى لا يتعبوني أنا في الإشراف لأن الطالب نجيب قوي فهو لا يرهق الأستاذ في الإشراف طالب يبحث والأستاذ بطبيعته كمشريف على العمال مشريف مشي منجيز الأستاذ لا ينجيز طبيعة الحياة هذو رأى عندهم فهم غلط لأنه لا يعرفيش الحرفة نعم أنا كنقوله هذا اليوم ببا الأستاذ المشريف يوجه فقط ولا يكتب لي يوجه الطالب يفعل هذا بدل هادي كذا وتستمر هذا العمل يد الإشراف ثلاث سنوات أربعة سنوات خمس سنوات نعم يعني سنوات أنا أقل لك إلى حدود الساعة من 2021 يلا نقش رسالة آخ 2021 الآن ما عنديش إشراف كيني الطلاب المشريف اليوم ولكن سيأتي وقتهم وحينما أحس بأن الطالب أنجز شيئا وكان العمل تتوفر فيه شروط الفحص والمناقشة أنا داك أمرره للفحص كان كتب رسالة السيد العميس يقول الطالب فأولني أنجز بحتوى تحت إشرافي وقد سجل بتاريخ وقد استوفى الشروط وكان دير رسالة خاصة وتقرير عن الرسالة في ثلاثة صفحات ربعة خمس ستة ستة ثلاثة صفحات على أطروحته أنا داك الرسالة تأخذ مجرها للفحص للفحص نعم نقطة ريح من يفحص كتستشرم العميد كيختار ثلاثة أولى جوج من الكلية واحد من خارج الكلية وفي القانون الجديد واحد من خارج المغرب لكن هذا لا يفعل خارج حتى لا يعرف كتسلموا من الرسالة ويقومون بقراءتها ويبحثها الآن آتيك إلى حالة أنا هذا الكمل الذي تكلم علي هذا كله في الفحص والمناقشات وفي رسائل الجلسات تقول لي أستاذ وكيف أنت يعني تفحص هذا الكمل هذا الهائل من الرسائل الكمل الهائل من الرسائل هذا الذي يعني حينما تسلم إلي الرسالة أنا ولي أستاذ الزميل أنا أعينك كفاحص لهذا الرسالة أنا كنشوف طبيعة الموضوع إذا هذا الموضوع يدخل في اهتمامات العلمية والمعرفية والمنهجية وعندي به إطلال فأنا أخذ الرسالة كنفحصها لأنه أما إلا كان بعيد علي لا أخذه وقد رددنا أطروحات كثيرة مما لا يعرفها الناس ولا نقول ورددنا لأن هذا فيه قد حل طالب وكذا هذه أمور تكون سرية أخذ هذه الرسالة هذه الرسالة التي هي في هذا الموضوع فين تتكون مواضعها هي في العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية التي نحن من تقصصتنا يعني هذا الذي يعيب علي أنا أن هذه الرسالة في هذا الكمل كيف قررتها أنا ماشي بحاجة أنني سنشوف الموضوع وارجع ندراس الموضوع من المصادر ولمراجع وكذا حتى نعمر راسي ونفهم عاد الرجاع نقول آخي هذا اهتمامي هذا اهتمامي هذا المجال اللي تتحرك فيه الطالب هو مجالي نقرر رسالة بخمسة أيام ستة أيام أسبوع كتعمل لها الفحص دينا لكن كيف تضمانون أن الأطروحات التي تشرفون عليها مثلا خالية من الصريقة العلمية هذا جانب آخر هذا جانب آخر هذا القضية الصريقة العلمية والأمانة العلمية نحن مساكتين شليا أخي كمال أنا عندي عامال علمي مطبوع والآن مطبوع موجود دخول صفحة هذه اللي تتلقاه ديالك حول الصرقات العلمية وكذا وكذا والأمانة العلمية وفي قناة في إدعاة محمد السادس إدعاء عندي برنامج خاص على الأمانة العلمية ومسجل دخول لغة تتلقاه الأمانة العلمية عليها نلهد وحولها ندور وهذا الطالب الذي يغش ويسرق في الرسالة يجب أن لا تكون له صلة بالدراسة الإسلامية قطع لا يجب أن تكون علاقة بالدراسة الإسلام الآن حينما الطالب يأتي قبل أن يأتي الطالب ويتوصل السيد العميد بالمراسلة الرسمية من الأستاذ المشريف الشرفة الأستاذ المشريف يقول له أنه عمله طالب يروح إلى المركز الدكتورة يطالبه بسيدي السيدي ويقول لك هذا العمل بسيدي هذا السيدي يعرضه على برنامج كشف الغيش تورنيتين أو غيره ما الذي يقوم بهذه المهمة هذه المهمة أن يقوم به السيد نائب العميد هو الذي يسهر يجب أن تقرير عليها ويكون وثيقة من الوثائق الذي يدر في الطالب أولا لدينا أن الأستاذ المشريف رحش رفع العمل وضيق ما خارج الاختلاسة والسارقة ضيق المشريف لدينا أن نتقرير أولا يشهدون أن أننا لا نسمح لهم بأعدة أن تذهب لهذا الشيء لا نسمي توعد فعندما يكون خاليا من هذه المشريف يقول لي لدينا النسخ ثم في الفحص الذين يجدون سأردون لدينا هذا الشيء لا يسهل لكن كان اختلاسات كلية جزئية صارقة نائمة ما معنى الصريقة الناعية ما يعني تغير هذا وكأي أشكال على كل حال فهذا كله أثناء المناقشة لأنه الفحص ما هو الفحص الفحص هو في القانون إذا تسلم الأستاذ الجامعي رسالة طالب يجد أن يقدم تقرير الفحص خلال شهر هذا الشيء لا نقدر عليه مع الكترة يصعب يصعب لأنه أسيد أقلال لهذا نحن نلجأ إلى بعضنا نحن نريد أن هذه الكترة توزيعها في المبارد البشرية الأسيدة قلال يا أخي قلال فالكل يتأكي على الكل أنت تطلب مني أن أساهم معك وأنا يوما ما أطلب منك أن تساهم معي أستدعيك من خارج الكلية من مدينة أقرى اللي تأتي إلى مراكس لتناقش معي وتستدعيني لأروه عندك لأناقش معك وعلم علم اليقين بأن هؤلاء أساد الأسيدة الذين يشرفون ويفحصون ويناقشون كل هذا يعني عمل فيه النوع منتضحية فيه نوع منتضحية يعني هذه العمل العملية هذه يعني مؤمنة الحمد لله أنها مؤمنة تقدر تكون بعض الحالتنا لا أقول أنها الحالة غير موجودة قد تكون لكنها ليست طافية ترجمة نانسي قنقر